اكد المشاركون في المؤتمر العالمي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية اكد أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال الإحصاء وتبادل المعلومات ويهدف المؤتمر للتعرف بهذه الأداء العالمية في مجال الإحصاء وجمع البيانات وتوفير الفرص لتبادل الخبرات والتجارب حوله اذ حقق المؤتمر العالمي منذ انطلاقه نجاحا كبيرا في استقطاب كبار الخبراء والمختصين في مجال تحليل البيانات للمشاركة في الجلسات إلى جانب ورش العمل المتخصصة وأوضح المشاركون في المؤتمر أن عقد مثل هذه الورش إلى جانب جلسات المؤتمر الثرية ساهم في تقديم معلومات حول أحدث ما توصل إليه الخبراء من خلال استعراض التجارب الرائدة من دول العالم المختلفة لتشكل نقطة انطلاقة لتطوير الأنظمة المرتبطة بتبادل المعلومات وأشر المشاركون إلى أن المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ركز على أهمية وضع معايير عالمية موحدة تساعد على تطوير المجال في تخصص البيانات وتطبيقاتها المختلفة كما يعد المؤتمر تجربة متميزة لجميع المشاركين فيه من خلال جمع التحديثات والتطورات والخبرات في مجال تحليل البيانات وتصنيفها من دول العالم ترجمة نانسي قنقر